اشتركوا في القناة مرت عليها ثمانية عشر عاما ولما تطوى بعد وصل الخبر الى الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش فقام على الفور بقطع جدول اعماله واعلن ان امريكا تعرضت لاعتداء ارهابي نفذه تنظيم القاعدة ماذا بعد غزو افغانستان بالعام نفسه تحركت الجيوش الامريكية واحتلت افغانستان واقامت قواعد جديدة ومعتقلات واعلنت للعالم ان المرحلة المقبلة هي الحرب على الارهاب وعبر عهد ثلاثة رؤساء امريكيين بوش اوباما واخيرا ترامب قتل وشرد واعتقل الملايين في العراق وافغانستان وسوريا ومناطق اخرى في العالم ودمرت دول باكملها ثمنا لتلك الحادثة التي لم تستطع الرواية الرسمية الامريكية اقناع الناس بها ادلة ووثائق وصحف تقدم في كل عام الجديدة لتفنيد الرواية الامريكية واثبات تورط ادارة بوش في الحادثة هذا العام قدمت صحيفة الاندبند البريطانية بنسختها العربية تقريرا مفصلا حول احداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر جمع من الكتاب والصحفيين والساسة والباحثين اثبتوا ان هذه الاحداث كانت مفتعلة وتورطت بها الادارة الامريكية نفسها بالتعاون مع اطراف اخرى ملخص ما بيّنته الصحيفة ان الادارة الامريكية استبقت تحقيقات الحادثة واعلنت مباشرة الحرب على افغانستان وكأنها كانت تبحث عن اي شرارة لشن حروب جديدة من في الشرق الاوسط فكانت تلك الحادثة الشرارة المنتظرة لاشعال العالم حربا واطلاق نظرية العبث والقتل الامريكي المسمى الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الجديد مرور احداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر على مذكرة الالم لم يقتصر على شعب الامريكي هي حادثة مرت وانطوت اثارها في القارة الامريكية ربما لكنها ما زالت غمامة سوداء تضلل ملايين السكان في الشرق الاوسط ووجه بوش تحول الى شبح يطارد احلام اجيال شهدت احداث الرواية انها رواية الخراب القادم من وراء المحيطات اشتركوا في القناة